السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الوحدة أو اليوم عندنا تقويم تقويم للثلاث وحدات تقويم الأسدس الأول الثلاث وحدات التي تطرقنا إليها إذن اليوم عندنا صفحة ثلاثة وستون سبق أن تطرقنا للصفحة اثنان وستون من كتاب المفيد إذن ننتقل إلى صفحة ثلاثة وستون من هذا التقويم والدعم للأسدس الأول إذن نبدأ بالتمرين السابع ألون البطاقة التي تحمل قياس المساحة إذن لدينا هنا مجموعة من القياسات بوحدات مختلفة إذن هنا السؤال والتمرين لهدف النوع هو واش المتعلم يعني يستطيع أن يميز بين قياس الأطوال وقياس المساحات وقياس الكتل إذن هنا عندنا الوحدة الأولى هي كيلومتر الكيلومتر هي وحدة قياس الطول وبالتالي هذه ليست مساحة عندنا هنا الكيلو جرام الكيلو جرام هي وحدة قياس الكتل الكيلومتر مربع نعم إذن هذه البطاقة إذن نحن نعلم جيدا عندما نحسب المساحة المساحة ذاته بعدين إذن هي دائما نقيسها بالمربع هذا قياس الزمان وهذه قياس الكتل وبالتالي البطاقة الوحيدة التي تعبر عن قياس المساحة هي واحد وخمسين كيلومتر مربع إذن التمرين الثامين أحيط الكتل الأكبر من واحد قيمطار عندنا واحد مجموعة الكتل كلها بطبيعة الحال الكتل بوحدات مختلفة ولكن يجب أن نضعها في جدول لكي نتمكن من معرفة أصغر التي تعبر عن كتلاتين أكبر من قيمطار إذن هنا وضعنا جميع الكتل في جدول ومن بعد قيمطار قيمطار يعني هنا دائما نحول القيمطار ستعطينا صفر فصيلة صفر فصيلة تسعود 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 هذا يعني أنها صغر من واحد بالنسبة لمية وواحد كيلو جرام فشوضعناها في الجدول كتساوي بالقيمطار واحد فصيلة صفر وواحد يعني أن هذه الكتلة هي أكبر من قيمطار يعني قيمطار وضع Hay真的 وبعض الشيء بالنسبة للكتلة الموالية تسعوريمتها وتسعود باتلسع 1960 ديكا جرام يعني لحب أن هالقيمطار تسعطينا صفر فصيلة بالتالي فهي أصغر بالنسبة لواحد طون هي عشرة قناطر وبالتالي هي أكبر بكثير من قيمطار إذن سنلوطيها بالنسبة لألف وواحد هيكتو جرام هي واحد فصيلة صفر صفر واحد قنطار إذن أكبر بعض الشيء من القنطار وبالتالي كذلك سنلونها إذن هذه البطاقات التي تعبر على كتلات أكبر من قنطار ننتقل إلى التمرين التاسع عندنا هنا قطعت سيارة منذ خروجها من المعمل مسافة محصورة بين 49800 كيلومتر و50000 كيلومتر وحددوا بعلامة عدادها من بين العدادات المقترحة إذن هي سيارة قطعات المسافة وتوقفات وعندما توقفت الإبرة الكيلومتراج توقفت عند هذه الأرقام إذن واحدة من هذه السيارات لقطعات هذه المسافة إذن هنا سنرى ستكون محصورة بين 49800 و50000 هذه يعني هذه 46000 إذن هذه ليست هذه السيارة بالنسبة لها ثلاثة ضيال السيارة والأربعة اللي بقى وكلهم عندهم 49000 إذن كيبقى الفرق على مستوى المئات إذن لاحظوا كلهم عندهم 49000 كيلومتر كيبقى نشوف خصيكون كبر من 49800 و50000 هنا لدينا 49000 إذن هذه ما هي هي السيارة هنا نعم إذن هذه السيارة 49900 محصورة بين 49800 و50000 وبالتالي هذه السيارة هي التي تعبر هي التي قطعت هذا الكيلومتر بالنسبة لهذه أصغر من 800 هنا كذلك لدينا 600 أصغر من 800 وبالتالي الاختيار هو هو الاختيار هذا 49900 ننتقل إلى التمرين العاشر وحدد بعلامة طبيعة الزاوية آؤوب إن لدينا زاوية آؤوب بهذه زاوية إذا استعملنا الكوس سنلقوها أكبر من 90 درجة قياسها أكبر من 90 درجة يعني إنها زاوية منفرجة لأن الزاوية المنفرجة هي التي قياسها بين 180 و 90 درجة هذه زاوية حادة أقل من 90 زاوية قائمة معروفة التمرين 11 أحدد بعلامة قياس الزاوية أصب أصب إذن هذه الزاوية إذن لكي نحدد قياسها نستعمل عملية حسابية التي هي أننا كنعرف بأن مجموعة قياس زاوية 380 ثم سنطرح منه قياس الزاوية القائمة التي هي 90 و نطرح كذلك 5 و إذن هنا إذا نقصنا هذا الشيء و لدينا طريقة أفضل أن نقص 90 ثم و نقص 45 ثم 45 إذن 45 درجة إذن 180 نقص 90 أعطت 90 ثم نقص 45 أعطت 45 درجة وبالتالي هذا الخطير هو الصحيح وهنا يباين لأن مدام هنا 45 ستكون 45 لأن 45 40 زائد 45 كثير ستكون 90 إثن 12 ولاحظوا الشكل ثم أحيطوا ما يشيروا إلى المضلع المطلوب إذن المضلع المطلوب متلت هذا ما يمكن شي متلت لأنه طبيعة الحال فيها 4 ديال النقاط هنا كنا نعرف المتلت في 3 ديال النقاط 3 الرؤوس هنا 4 الرؤوس إن هذا ليس متلت إن يبقى هذا وشهو المتلت نشوف الشكل A B F A B F لأن يمكن مثلا يكون ثلاثة النقاط مثلا A B C هذا ليس متلت فهنا يجب انتباه قصنا ثلاثة النقاط لأن المتلت هو 3 نقاط غير مستقيم يلا بد أن تكون إذن الاختيار الصحيح هو A B F بالنسبة A C D F A C D F هذا متوازع العرب A B C A B F إذن هذا كذلك متوازع إذن بالنسبة المتوازع أضلع متوازع أضلع رباعي وبالتالي هذا C D هذه لم ندخله نشوفها في الشكل لأن ثلاثة النقاط عندنا ثلاثة الرؤوس ناخص ربعة الرؤوس مقال بين A C E F و A C D F A C E F هذا شي بهم منحارف هذا ليس متوازع أضلع لأن متوازع الأضلع لماذا؟ لأن كل ضلعان فيه متقابلان متقيسان هذا غير متقيسان وبالتالي هذا ليس متوازع أضلع قالين A C D F A C D F نعم كل ضلعان فيه متقابلان متقيسان ومتوازيا إذن هذا هو الشكل الذي يعبر عن متوازع أضلع شي بهم منحارف هذا ما يمكن شي يكون شي بهم منحارف لأن فيه ثلاثة الرؤوس قولين هدو بجوش A B E F A B E F هذا متوازع أضلع A C E F A C E F نعم A C E F لأن عندنا قاعدة كبرى عندنا قاعدة صغرى عندنا ساقين إذن هذا شي بهم منحارف المعين المعين هذا فيه ثلاثة النقاط وثلاثة الرؤوس إذن ما يمكن يكون معين قلنا لأن المعين رباعي قلنا B E G F نعم إذن هذا معين لأن كل أضلع متقابلة لأضلع كل تقريب متقيسة عندنا أكثر متعامدة إذن B E G F يعبر عن معين شوفوا الشكل الآخر B C D F هذا شي بهم منحارف شي بهم منحارف لأن عندنا قاعدة كبرى وقاعدة صغرى بطبيعة الحال إذن شي بهم منحارف وليس مواجه إذن ننتقل إلى التمرين الأخير أحيط ما يتم حسابه بإنجاز كل من العمليتين بخصوص الشكل التالي إذن عنا أربعة زائد خمسة زائد سبعة زائد أربعة إذن أربعة زائد خمسة زائد سبعة زائد أربعة إذن هذا الأربعة راكي نتهن وبالتالي هذا محيط إذن هذا محيط شي بهم منحارف لأن محيط نجمع الأضلاع هنا كذلك عنا أربعة سمتيمتر إذن هنا هذه أربعة ثم خمسة ثم سبعة ثم أربعة إذن إذا لبدأنا من هنا لنظن شوش كيفا إذن لبدأنا من هنا أربعة خمسة خمسة سبعة ثم أربعة إذن موحد بالنسبة لأربعة زائد سبعة في أربعة مقسومة على إثنان لدينا هنا القاعدة القاعدة الكبرى هيا زائد القاعدة الصغرى هيا مضربة في الارتفاع اللي هو أربعة مقسومة على جوج إذن هذه مساحة مساحة شبه منحاري كما رأينا ذلك خلال تعلمون إذن هذه مساحة شبه منحاري إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة الثانية من دعم وتقويم التعلمات للأسدوسي الأول في كتاب الرياضيات السنخانية التبتدائي كتاب المفيد